موسيقى الرابع صباحنا الثانية بتوقيت جريدتش موجز إخبالي يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على متنة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي تدهى مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الصعيد الأمني والاستخباراتي ودعم جهود استعادة لاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة كما رحب رئيس السيسي بالمسؤول الأمريكي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن جانبه نقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحيات الرئيس بايدن وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس السنغالي ماكيسال حيث تناول الاتصال استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الافريقية السنوية المقبلة والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى رئيس السنغالي على الرئاسة الناجحة للاتحاد الافريقي خلال عام 2022 ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص التقدير والإرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القري خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقي وهو معاكس حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على إعلاء المصالح المشتركة للدول الافريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القرى وعشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول أيضا التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي شهد رئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وفور وصوله مقر أكاديمية الشرطة قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكري لشهداء الشرطة كما حرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكرية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريين حافظوا على دولتهم وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكوها مؤكدا في الوقت ذاته أن روح التحدي كان لها حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي مرت بها أعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل فتشت منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عرض طوعي واستباقي قدمه محامي الرئيس بايدن الشخصي إلى الوزارة وشدد البيت الأبيض على أهمية حماية نزاهة واستقلال التحقيقات في الوثائق المصنفة سرية لافتا في الوقت ذاته إلى أن بايدن أعلن أو على اطلاع كامل بتحقيقات وزارة العدل في قضية الوثائق وشدد على أن بايدن يؤكد أهمية بقاء التحقيقات في قضية الوثائق مستقلة أعلن المكتب الإحصائي الأوروبي يورستيت زيادة عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وأكد المكتب أن العجز العام في ميزانية دول الاتحاد الأوروبي نمى بشكل كبير في الثرث الأخير من العام الماضي وذلك على خلفية إجراءات خفض أسعار الطاقة وبحسب يورستيت فإن زيادة في العجز ترجع أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام نهاية الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود أو ظهر على الشاشة هذه تحياتي لأي أبوزة شكرا لأعطيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر